مرحبا بكم في فيديونا الخاص المكرس لعلامات القوس وسحر صفاتهم المذهلة الأفراد المولودون تحت برج القوس بين الثاني والعشرين من نوفمبر والحادي والعشرين من ديسمبر معروفون بروحهم المغامرة والتفاؤل والفضول الفكري في هذا العد التنازلي سنتعرف على أعلى عشر شخصيات من برج القوس حيث سنستعرض مواهبهم الفريدة وإسهاماتهم في مجالات مختلفة من الترفيه إلى الأدب ومن الموسيقى إلى السينما لقد ترك هؤلاء الأشخاص القوسيون بصمة لا تنسى في العالم لذا لنبدأ هذه الرحلة المثيرة في استكشاف صفات برج القوس والاحتفاء بإنجازات هؤلاء الأفراد الاستثنائيين في المركز العاشر لدينا تينا تيرنر اللامثيل ولدت في السادس والعشرين من نوفمبر هذه المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الأمريكية الأيقونية قد سحرت الجماهير بصوتها المذهل وعروضها المثيرة الطاقة اللانهائية والحضور المشتعل لتينا تيرنر وصوتها العميق يجعلها قوة حقيقية لبرج القوس أغانيها الشهيرة مثل ما العلاقة بالحب وماري الفخورة لا تزال تستمر في لم الشمل مع المعجبين في جميع أنحاء العالم بفنها المتحمس وإصرارها الثابت تجسد تينا تيرنر روح القوس والجرأة والتعبير عن الذات في المرتبة التاسعة لدينا وودي آلين ولد في الأول من ديسمبر هذا المخرج والكاتب والممثل الأمريكي الموهوب قدم مساهمات كبيرة في عالم السينما يعرف بأسلوبه المميز والذكي أفلام وودي آلين مثل آني هول ومنتصف الليل في باريس قد أسعدت الجماهير بقصصها الذكية وآفاقها الفريدة كقوسي فإن إبداع وودي آلين ليس له حدود وقدرته على جذب الجماهير من خلال فنه يعكس صفة القوس في الخيال والرؤية في المركز الثامن لدينا الاستثنائية جين فوندا ولدت في الحادي والعشرين من ديسمبر هذه الممثلة والكاتبة والناشطة الأمريكية المتعددة المواهب قد أحدثت تأثيراً لا يمحى في صناعة الترفيه تعرف بأدائها القوي في أفلام مثل كلوت وعودة الجندي فقد حققت جين فوندا شهرة واسعة وحصلت على العديد من الجوائز كقوسية تجسد فوندا صفة الجرأة ليس فقط في سعيها الفني ولكن أيضاً في نضالها من أجل القضايا الاجتماعية المهمة باستخدام منصتها للدفاع عنها في المركز السابع لدينا الموهوبة تايلور سويفت ولدت في الثالث عشر من ديسمبر هذه المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية قد أسرت قلوب الناس في جميع أنحاء العالم بكلماتها الصادقة ورواياتها المتعلقة تحظى الموسيقى الناجحة لتايلور سويفت بما في ذلك أغاني مثل قصة حب والمساحة الفارغة بتأثير واسع على جماهير جميع الأعمار قدرتها على التعبير عن المشاعر من خلال أغانيها تعكس صفة القوس في الصداقة والصدق مما يجعلها مصدر إلهام حقيقي للفنانين المبتدئين في كل مكان في المركز السادس لدينا المخرج والمنتج الرؤيوي ستيفن سيبلبرغ ولداً في الثامن عشر من ديسمبر لقد أحضر موهبة وإبداع سبيلبرغ لنا بعضاً من أشهر الأفلام في تاريخ السينما من فيلم حديقة الديناصورات المدهش إلى فيلم إي تي الإضافي المؤثر وقائمة شندلر القوية فقد خلد سبيلبرغ بصمة لا تنسى في عالم صناعة الأفلام كقوسي تسلط خياله وقدرته على نقل الجماهير إلى عوالم خيالية الضوء على الروح المغامرة وقدرات سرد القصص لهذا البرج الفلكي في المركز الخامس لدينا الأسطورة فرانك سيناترا ولد في الثاني عشر من ديسمبر يعتبر هذا المغني والممثل والمنتج الأمريكي واحداً من أعظم فنان الموسيقى على الإطلاق بصوته الرائع وشخصيته الساحرة أسر فرانك سيناترا قلوب الجماهير على مدى عقود أعماله الكلاسيكية الخالدة مثل طريقي وإن طلق بي إلى القمر لا تزال لها تأثير على المستمعين في جميع أنحاء العالم القدرة على جذب الجماهير بأدائه القوي تجسد صفات القوس في السحر والجاذبية وسعي الكمال في المركز الرابع في قائمتنا الكاتب الأسطوري مارك توين ولد في الثلاثين من نوفمبر يحتفى بهذا الكاتب والفكاهي الأمريكي لرواياته الكلاسيكية مثل مغامرات توم سوير ومغامرات هاكل بريفين قد جعلت قدرته على السرد الذكي والتعليق الاجتماعي الحاد والملاحظة الدقيقة للطبيعة البشرية منه شخصية أدبية عملاقة كقوسي فإن قدرة توين على دمج الفكاهة والحكمة في أعماله يعكس الفضول الفكري والنظرة الفريدة للحياة لهذا البرج الفلكي المركز الثالث محجوز للملحن وعازف البيانو الشهير لودفج فان بيت هوفن ولدا في السابع عشر من ديسمبر يعتبر بيت هوفن واحدا من أعظم الملحنين في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية الغربية حيث أصبحت لحنياته مثل سيمفونية رقم خمسة وفير إليز تحفا خالدة يجسد عبقرية بيت هوفن وشغفه وابتكاره صفات القوس في الإبداع والطموح وسعيا للتفوق بلا هوادة في المركز الثاني لدينا العزيزة جين أوستن ولدت في السادس عشر من ديسمبر يحتفى بهذه الكاتبة الإنجليزية على أعمالها الرومانسية الخالدة مثل كبرياء وتحامل والحس والمشاعر قد جعلت رؤية أوستن الحادة للطبيعة البشرية والتعليق الاجتماعي الذكي والسرد الرائع منها أيقونة أدبية دائمة كقوسية فإن قدرة أوستن على استكشاف تعقيدات العلاقات البشرية والمجتمع تعكس ذكاء البرج وإدراكه وروحه الرومانسية والآن نصل إلى قمة العد التنازلي في المركز الأول لدينا الرؤيوي والعبقري والرائد والتاجر الأمريكي ومؤسس شركة والد ديزني ولداً في الخامس من ديسمبر قد ثورت والد ديزني على صناعة الرسوم المتحركة وجلب السحر لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم إبداعات ديزني بما في ذلك ميكي ماوس وأفلام أيقونية مثل سنو وايت والأقزام السبعة والأسد الملك أسرت خيال الجماهير لأجيال إصرار والد ديزني على الابتكار والإبداع وقدرته على إنشاء عوالم ساحرة تجسد جوهر برج القوس وبهذا نختم استكشافنا لعلامات القوس وصفاتهم المذهلة حيث شاهدنا المساهمات والمواهب الرائعة لهؤلاء الأفراد الاستثنائيين من العمل الرائد لوالد ديزني في مجال الرسوم المتحركة إلى الإرث الأدبي الدائم لجين أوستن ومن تأليفات بيت هوفن التي تتعدى الزمان والمكان إلى الموسيقى الصادقة لتايلور سوفت لقد خلف هؤلاء الأشخاص القوسيون بصمة لا تنسى في مجالاتهم المختلفة من خلال روحهم المغامرة وفضولهم الفكري وإصرارهم الثابت يجسدون صفات قوس الشيقة لذا دعونا نحتفل بإنجازاتهم ونستمر في الاستلهام من مواهبهم الاستثنائية وإرثهم الدائم شكراً لمشاهدتكم سنعود قريباً بمزيد من القصص المثيرة والأفراد الملهمين حتى ذلك الحين احتضنوا صفات برج القوس الداخلية واستمروا في ترك أثركم في العالم تذكروا أن العظمة لا تعرف حدوداً تأكدوا من ترك تعليق حول الصفة التي تلامسكم أكثر في برج القوس لا تنسوا الإعجاب والمشاركة والاشتراك للحصول على المزيد من المحتوى الفلكي حتى المرة القادمة استمروا في السعي نحو النجوم ترجمة نانسي قنقر